اشتركوا في القناة 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 تاني حاجة مفيش حد شافنا تالت حاجة بقى محدش بيشك فينا او يعرفنا اساسا يبقى ليه القلق يا عم وانت شغل بلك ليه اصلا عايز تطمن بقى على حق تاخد بعضك الصبحة كده وتشد الرحيل وتطلع عالفلا وتقعد قدام الفلا خرج الراجل يبقى لسه عايش وان ما خرجتش ما خرجش يبقى تنفض للحوار الفاكسان ده وانوكو ايه احنا عايزين احتفل بالفلوس تعالوا نوردة صحاركو صحار جامد قوي وداك حليب قلبي الموكنا فين؟ في مكان جامد قوي لو عايزين تروحوا نوردة ازبطلكو ترفز على البست عام العالم اكتب لالو دي دماغو حلو اصيب اصيب معاك يا برينس العالم او بالمرة يعني انو خرج الحق خالج من المول اللي هو فيه ملكش صالح عاد بخالي انا مش جاي معاك وانا كمان مش جاي معاك ليه بس يا ست الحسن يا سارة تبقى سارة من غيرك يا عسن انا بنتو ماينفعش روح الاماكن دي الاماكن بتاعت الاستاذ لقاي خلاص يا جماعة خلي دولوا بالفترة ماشي 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 امع 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 ام المشمش انا كلتي بحب المشمش المشمش بموض بالمانجة المانجة يا مانجة المانجة يا مانجة صح صح الكلام صح صح و عطلام ايو حاول شاول ايو حاول شاول اه يا جايبة عن عيني يا مصخرين دمعي فعيني الموعي سرارك نادي و انت افوادي ولا افوادي الموعي سرارك نادي و انت افوادي الحصن والحيرة وجد هم ساد و سوا و انت اعطي بعضا تحضروني و انت احبوهم من لاموني 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 راسنا طبعون؟ مالك شايل طاقين فتك كده مدبوزك شبرين يا ساتر بتتحشم امران في حشم اكتر من كده ماله ده ده مساكب على الاخر يا اختي اه صح هي هو صاحبك مبوز كده ليه واحدة واحدة عليها زوز لسه لوضعات مطاري ايه يا عمخ ما تعكرش زفط اللبن اه دي اه دي افرفش 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 ولا عم صفوط ولا خالد روى كده وانسى الجوة اللي انت عايش فيه ده ده موضوع فاكسان اصلا سيبك انت يا عطي علي النعمة انا اول مرة اشوف بكر سهران في كامارين روى يادو بيزد ايه دي هفا النعمان تيكت ايزي يا فش حاجة مستهلة صاحبك ده سعيدي قوي روزك يا بيت انت بس اعيزة ادول اعمامكم وعلى اسطلاك كلمة كمان اخزر الخمارة دي علي فيها يا اخويا السعيد واهل السعيد على راسي ما تتحميش قوي بتعارفين يا اخواننا القعدة دي نقصة مين اشتركوا في القناة 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 شوية عيال عاملين اللي فيها فتوات انت فاكرين نفسيكم فين فسويقة احنا هنا محل محترم انا ممكن احبسكم دلوقتي كلكم شايفين عاملين ايه في المحل طلعت بوسوا امه انا مستر سطوحي بس احنا مش وقت عيال تتكلم معنا بالطراق دي برضو مايصحش شوف الكراكيب بتاعتك دي تسوي كام واحنا ندفعون لك عالجاز مال قديمة طب الكراكيب دي يا شادر بـ 20 ألف جنيه اللا 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 فيها احساس خضوحي هل تزرر عربية 28 ألف عشرين ولا ايه يا خفة انت كمان بتنكت الحاجات دي ما تعمل لاش الـ 20 ألف دنيه الحاجات دي تعمل لها 15 500 يا حبيلو ما تنساش الناس اللي يمشوا بالمحل واهمة من الناس دي سمعت المحل لا الحقيقة لو لا انت عندك حق يعني لو سمعت المحل لازم نكلنا نخف على شرفه ومش كده ولا ايه عندك حق لازم نشوف حل في الموضوع دي بعدين يا سيسة ترحد شوية كراسة كسرت في غزايا ماتت لو في غزايا ماتت اقول لك وبعدين احنا نعمل يا عنيس راجعنا عشان نجيب لك الفلوس طيب يا جماعة انا شاف اللي احنا نمشي يا فلدي عشان نخلص من الحوار ده احنا بالصلح على النبي كده عشر رجالة كل واحد فينا يطلع باكم ونعيي على الحوار واقدر ما حصلش واللي حصل ما يتكررش وطوته على كبوته صح كده يا برينز وادي أول ألف جنيه مني على كبوته مبسوط يا أستاذ توتو هو ده الألف جنيه بتاعت ايه عليها اليعمى ده التبذير تقدر ما حصلش الله 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 ما تفتح يا بجرة يا جدعان حيطة حيطة تفوق بقى عمل خفيف واقفح كده يا جدعان نبهد البهدرة دي وكبان نرجع على باب الله بقينا مفلسين وماشفرين تبتتكلم انت لوش المشاكل والنصير راح تعاكس البت يا عم وعهد الله فكدها بتشتغل في المكان يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبة اللي احنا فيها دي احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي ايه حتى انت يا ابن الأصول والزواد تلقى تمعفل ومفلس حتى انا يا اخي ده انا اول مرة يحصل لي كده في حياتي انا انا ما بقاش معايا جنيف جيبي بس 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 هنقعد نوال والي هو وفيش غر حل واحد نرجع على نسرق تاني لا نسرق تاني لا يا ابني لازم نسرق ايوه يا جماعة حقيقة بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرع الاولانية انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوسائق اللي احنا عايزينها احجام ايه يا عام واوسائق انا مش فاهم منك ايه حاجة يعني بالبلد يا اخواننا لازم نبقى منظمين شوية مخططين هنعمل ايه احنا المرة اللي فاتتكو اللي هروح في الكلبوش ايه يا خيال انت مش فاكر ولا ايه انا مش معاكو في موضوع السرجة ده يا ابن يا ابن افهم هتلبس ويتاكم وتشرب منيني هتصرف ان شاء الله لو هنزي حترن شوها طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول اتصرف معاك لاحسن ده على الاخر الله طب في حتة ارض ناشفة انا يكروح بقى انت تتصرف انت وهو او تصرفه على روح كلنا بصورونا نبعد شو يا ماجد خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي طب ام ماشي احنا مش حرامية احنا ممكن نعمل ايه حاجة تانية الفلوس سهل ان احنا نجيبها احنا ممكن ننصب انها من نسلكش يا سلام يعني النص بقول لي مش حرام يا اخي وننا بروح كده وانت سكران على فكرة يا جماعة احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه خلاني بقى نفوه وبعاكني بقى نتكلم في الموضوع ده يلا يا جدعان لازم ان اراخده لو تنحسنا عايز اراجدها طب يلا يلا صحي لازم كلنا نروح اه ايه بس هين سكن فيه اللي فيتي منين يا طلعب انو ايه يا ماجد برعب اني بيتي فيه اني في الصعيد كنت ساكن جنب الترع يبقى في مصر ساكن جنب النيل برعب برعب وبقت تلعب جوكر وبتشرب برعب عايز ايه اسمعين في واحد جايه سأل عليك جال لك اسمه ايه لا هو شاكله كده صعيد بلدياتك جال لك ميه هو سألني بيجي امتى قلت له بيجي بالليل متأخ طب لو جالك مرة تانية جوله مال جوله عزب شاف اب سلامته جاي امتى الساعة خمسة الفاجر وعايز يدخل البيت لو قال ايه قفل موبايله براحتك يا حبيبي بس عايزك تروح بقى تبات في الحتة اللي انت كنت سهران فيها اخذ الشيطان يا عبدالعليم الشيطان ايه اذا كان الشيطان نفسه ما بيختشيش وبعدين انت بالذات بقى بكيش دعوة ما هو كل ايه ده من تلعك ليه ايه ده كده يا ابا حطيني المفتاح من جوا عشان ما عرفش اخش البيت بتعملها معايا يا ابا حرام عليك يا ابا يا ابا ده انا انت ترطل ان البيت اكتر ما انا بيت فيه يا ابا نفسح في الشكل امي يا ابا يا ابا نفسح عرفكو حرام عليك افتح وقطي صوتك وقور في داية من هنا اغور قطي صوتك مش قطي صوتي بقى ابا وقف داعك في العمر اشهدوا يا ناس يا ابو نجلا يا عمي شكري اشهدوا ابويا ابويا راجل راجل محترم ماشي جنب الحيط ما بياخدش رشوة ما بياخدش اكرامية ويسكتنا وقلنا ماشي جاءنا من كم يوم من نقط حبس وقلت الحمدلله اخد رشوة طلع ما اخدش حاجة وقلنا ماشي روحت عشرة طلع وقلتش بقى فلوس وامتذفع من جاني واسكت وقلنا ماشي اخي المطالة مش راضي تخني البيت بقى انا حاجة الراسة مش راضي تخني البيت الله صلى على الناب صلى على الناب مش كدر مش كدر موضوع يعني هتفتح انا لا اخر غضرة بالكلب بالكلب ولاش فضايحي يا عبد العلمة بص يده كده ابا يا ابا مش دي اخلان مصريني يا ابا نعمل ماشي يا ابا ورينا هتعمل ورينا شوظardi吧 انا زانو على الناب ياを العلمش يدة لا mate yo ، فيش ما معاييش فلوس يا زكرياه لذ! اتصدّح بادي انتم شعائفسوا انا ممكن نعمل فيك ايه لا عرفت خلاص بس برضه معاييش فلوس يا زكرياه انا هادخل اعرف اذا ما كانش معاك فلوسي يا زكريا ولا لا فهمك؟ ولا فكرانيش اعرف يا بيت الشقة دي كلها زيت بالظبط حافظ كل حاجة فيها ولا نسيت ان انا جوزك ايه؟ جوزي؟ كنت جوزي اللي بيننا يا حبيبي ورقتين عارفي وقطعتوهم خلاص اسكت وكل واحد راح لحاله بس انا رحت في ده يا اسمينة وانت روحت فوق فوق وكله بمجهودة مجهودة؟ اللي انا في ده يا عناية بعرق وشقاية انت يا حبيبي كنت مدير اعماري نسيت اقولك الفاشل يا دوبك كتبتلي اغنيتين فاشلين زيك ولسيت حب يا اسمينة حب ايه اللي انت جاي تقول عليه انت يا حبيبي راجل شمام اللي اقولي يا سكيريا صحيني ستستعلك هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس انت لو كنت راجل بصحيك يا شيخ ما كنت سبتك ده انت حاجة تقرف وانت لو كنت بنا قدمة صحية كنت سبتك لحال سبيلك لكن انت واطية واطية وانت السبب اللي انا فيه وادخلي هاتفلوس لو اللعني في الشعب اللي فيه لا يا حاضر حاضر يا زكريا يا حاضر هجيب لك الفلوس حزبي الله وادعم الوكيل فيك انت رب منها يا الله سيب العرف اللي ما فيه ده يلا افتح يا عم افتح انا ماجد ماجد مين ماجد انت عبيت يلا ما تفتح انا يا عم اضخل يا ماجد فيه ايه ايه موعدك المنيلة دي اتعلك حد ولا ايه لا مفيش حد اضخل حاضر ماليش علاتك غالي لا انا جالك ولا حاج انا جالك انا جالك خلي انا بناملي ساعتين ثلاثة في اليوم كيلي ايه اللي حصل لا مفيش حاجة اصلا لو واحد متاخر هو ابوه مقدش يفتح لي ولا ارادية بقيتني في البيت وكالعادة طردني ابوك تصل عمر راجل ايه اللي بس ما تشلش هام البيت بيتك تنام والبرطع فيه زي ما انت عايز ده العاشر هتفرق الحمدلله خلاص بقى انت كمان انسى موضوع الجنين ده اكيد ده اكيد بقى كويس يعني انا اكيد ما حصلوش حاجة هتلاقي الموضوع بسيط يعني انسى ازاي يعني مش ساعة ستة الصبح هكونوا يا فقدام الفيل عشان يتأكد انه مات ولا لأ ستة الصبح هو انا سيب ناس اوفر هناك اجا لاقي ناس اوفر هنا ارحموني بقى ارحمني ياعم الحد آج سامدهге سكolly يا رجل تكلم بجد؟ ايه معالم الفيلاة يسترقت اه امتا كان ده حصل? يعني من يومين كده طب وسروا الفلا كلها ولا ايه يعني مش فيها سروا حاجات بسيطة بس جالي يا الله اوه شت معلش هاش علان ربنا عوض عليك مش فارغ يا معلم دي حاجات بسيطة وفارغة يعني دي ما كانتش لها لازمة في البيت والله اه والله ده حتى ما ازعلناش عليها طب تمام على كده بقى ما بلغتوش البوليس ها لا يا عام حسنين الجنان يتوصل وبلغ عشان دربوه على دماغه دربوه على دماغه ايوة طب واحصل له ايه عايش يا سيدي زي القرد عمال يكلمني في التليفون ومصدع دماغه طب بقولك ايه افل عشان يعني امي بتنديل هكلمك تاني طب سلام سلام والله عملوها الرجال اصلي مجودة 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 قردم البنك يا ابني فلوس تجيلي النهاردة زي ما قلتلك ماشي سلامة خفيف ماشي مش تنزل تفتحلي الباب ياضي ماشي سبعة فل يا طلبك سبعة فل يا طلعت ولا تحب أقولك يا طلعت باشي مش طموحي والله يا برينز وبعدين انت عارف الحاجات دي تلاغب بها لها فترة محدش قال لي يعني قولي جاي عايز بضاعة ولا خلاص استكفيت استكفيت؟ نابل ما تفسرش في وش عايز بضاعة ويمكن بتكون عايش شاقة جديدة ولا حاجة عشان تليها عطاق من اللي انت لابسه الله بيض فين بيتي ده ه ه ه ه ه ه ه ه ه كوريب ان شاء الله بس انت استبر عليك شوية ماشي أنا معاك للآخر قولي انت عايز إيه أقولك أنا عايز الكميات اللي أنا بخدع منك على العبيطة دي انسها بقا وتخدمني بعي يا برينز وأنا وراس امي ما انسها لك طول عمري بس الحكاية دي ليها انظام تاني خفيفة اللي هو لازم تتفاعلي كما بنص البضاعة پورية قول نص التاني بعد ما توزع ماشي؟ تقمر يا بريني دول 1500 جنيه عايز بيومفرش وأنا أول مقطة وبيع أجيب لك بقية الفلوس ماشي يا طالع ولا أقول لك يا معلم طالع ده قول مالك يا دينا حبيبتي ليه عاملة في نفسك كده؟ ليه محسساني أني خلاص الدنيا انتهت؟ عشان هي فعلا انتهت بعد ماما ماتت بس الكلام ده غلط مش صح يا سلام ومالقي اللي صح بقا؟ الصح يا حبيبتي انك تواصل لحياتك وبلاش الاستسلام اللي انت في ده وكمان لازم تهتمي بدراستك زي الأول دراستي؟ دراست إيه بقى ان شاء الله؟ ما خلاص؟ أيوة طبعا دراستي دراستك يعني مستقبلك يا دينا فوق النفسك يا حبيبتي فوق النفسك علشان خاطر حاطر ربنا يسهل يلا يلا بيه يلا آه خلوه طمنت على البواب يابا تمام الحمد لله الله؟ مال ملك ياه؟ مكشر كده ليه؟ ضميري مقنبني اللي جيت دماغه وارمة معلش يا حبيبي بإذن الله هتفش طب دماغه هتفش السريقة اللي احنا سرجناها دي هتفش كيف؟ ما قلتلك يا ابني بقى ميت مرة السريقة اللي احنا سرجناها دي مش فرقة معهم أصلا بعدين يلتعلى هنا هو مش انت صاحب شعرات ان احنا لازم ناخد من الأغنية ولادل ندي للفقرة ولادل والشغل ده شغلك ايوه بس احنا سرجناه ولدنا للفجرة ولا للغلابة قسمنا الفلوس على نفسينا قسمناها على نفسينا ووزعناها على الغلابة المهم انها خلصت والنتيجة واحدة مش لاقيناكم على فضل كريم عشان كده بقى يا جماعة احنا لازم نسرق تاني تاني؟ ايوة تاني طب ليه؟ انا اقولك ليه؟ اول حاجة يا سيدي عشان نخرج نفسينا من الورطة اللي تحطينا فيها وتاني حاجة وده الاهم ان يبقى معنا فلوس عشان اقدر قصدين اقدر يعني نعمل بيه اللي احنا عايزينه وبعدين يا ابني ده المرة اللي فازت عدت زي الفل مالك شوفوا جماعة احنا لو قررنا يسرق تاني انا عندي ممكن فجناغي كده بس سبونا اطبخ الموضوع الاول وبعد كده بقولكم حاديدي ولا على بالوشوق إليه ولا شاهل بالو ما دعليه ليالي اكتير افكر فيه وأحلي إليه لدوري على فكرة صوتك حدي لا والله تفضلي بس ممكن توعدني وعد اوعد غنيتان غلاس entra اللهي غلاسatsächlich انه بجد والله اقعد غنيتان ماشي يا حبيبتي ما اديكي ما تجي نروح كفاتر شوية كفاترية ايه احنا عندنا محادرة مهمة اوي ايه بنتي محادرت ايه او بتاع ايه انا بتاعي محاضرات امو انت بتاع ايه ان شاء الله اقول لك يا ست انا بتاع ايه ايه يا لو ايه احترم نفسك ايه اللي انت بتعمله ده؟ فيه يا ماجي الاوفر اللي انت فيه ده اوفر ايه؟ فيه ايه مالك؟ ما تلمسنيش تاني لو سمحت يا لو ايه يا السلام؟ ايوه هو كده خلاص بقى ما كانش قصد مفيش حاجة اسمها خلاص عايزنا نتعامل مع بعض والنفضل كويسين يبقى فيه لمت واحترام ما بيننا في التعامل يا جابت لمت كمان؟ ايوه جابت لمت كمان؟ طيب خلاص بقى خلاص بقى فوقيها بقى الترك ما تزعليش بقى خلاص بقى ما تعملاش حكاية خلاص يا لو ايه بس ما انت عملهاش تيه خلاص يا حيب تقعدك لو مش عملها تيه لو ايه تيه ايه؟ بس احنا نحضر المحاضرة ماشي نحضر عشان خاطرك بصوا فيه شغل معانا اه زي الفل هتها بقى هاته يا غشيب هدهلك كده على طول افرد ايدك فيها برفان لازم تلف في سلوفانة دي ده انت ديلر رسمي ديلر ايه ديلر دي يا جدع يعني انتاج المخدرات ديلر يعني انتاج المخدرات؟ ايوه اه انتاج المخدرات انا انا كزا ديلر على فكرة بس اكتاب اللات الجرى دي صعب قوي ديلر اعداء كتير بس انا بريت نفسي بنفسي اه علمني عمي محدث عادي طيب هاشيني بقى حصحان مسنيني ماشي فين الحاجة عينك بود شوكوا الامبراطور طيب عفولك كبير بقولك ايه لو احتاجت حتة تاني بالليل اعمل ايه بص بقى بريتس شكلك فاهم وهنكمل مع بعض كتير اتكلمني بس لو كالسانت عليكي بارجع اكلمك تاني والحاجة هتبقى عندك ايه يا عمي ايه يا عمك هاشم اللي كنت مفكر انك تقدر تهرب منه انا مهربتش يا عمي مال العملة السودة اللي انت عملتها دي ايه تسميها ايه تهرب من طرابوك تورسنا العارف البلد كل البلد بتقول ان احنا مكتبناش ناخد بطرابوك ما جادرش يا عمي انت عزينك للفتحة صحب ما جادرش لانك مش رجل صحب لو انت الرجل بدد تجي البلد وتاخد بطرابوك عشان ناخد فيه العزم اللي ما خدناهوش لحد دلوك يا كلب سامحني يا عمي الطار ما فيهوش سامحني وده ما خدتش بطرابوك لحد دلوك يبقى تستاهل الموت عمي اوزوله مش طرجي اوزوله مش طرجي اوزوله مش طرجي ماني حي ايه خريطة الكوابس المناي لدي هالله 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 والله ما ايه ادعرف الحكومة يا غدعان ازاك اصدت الوكيد الله يباريك فيك طلب الله يباريك فيك ماشي ألف ألف مبروك يا بوب ألف مبروك في العنان فرحار اوزوله مبروك يا بابا بابريك فيك ميدالله برضو مبروك يا اد خالد مبروك يا ساعدت الوكيد باشير مبروك سلاعدت مبروك يا تد جاء بسعادت مبروك فيك مبروك معينش بس علي جيوم انت بش غريب تعلمس ايوها باشر ايوها باشر ازاك يا فندم ربنا خليك لينا باشر ان شاء الله اكون عند حسن نظن ساعدتك اومر يا باشر ايه ايه يا جدا عقد ماله صاحبك ده ماله يا عمد ماله تبلي كده رحاش فيها في الماء كده يا عم عظهره شوية يا عمد الراجل لسه متعين جديد وتاني وجوه ومعمول له حفلة لأ على نفسه يا طرى بقى بتنموا على مين الوالدي هاب يتغير شوية قصدي هاب يتغير شوية يا يا طلعت لو تبطل بس النفسانة اللي انت فيها دي وعشان تبقى عايف هاب عمره ما هيتغير عمره ما هيتغير متغيرش على فكرة ايه احنا اللي تغيرنا هو زي العسل زي زي الفل بس انا بقى كمان خليني بقى على راحتي يابه كلها ايه ده مصحش اهنان مش هنصحش اهنان مصحش ايه يا عمد هل بقى قل ما تبطل ستين انا ولعتو يا اخي كيف بقى طلعت ايه اللي انت بتعانو ده هيك كده يرمي اللي فيه دك دي يا عمد بك هاش قاوي انا لقى اي محسن الزم لا اصروا ان انا اكون موجود مش عارف ليه علموه معادي يعني شغال يا عمد يا عمد يا عمد يا عمد ان شاء الله نجيلك المرة الجاي وانت قادي قادي اتنيني ولدخل عليك بلوجمة القادي يا عمد 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 رايح فين احنا لسا ملحقناش نرد مع بعض لسا بدري ماهولان يعني ممكن بس اروح معك بس عشان الوقت متأخر بس يا تروح انت تروح يا تروح بصي انا عنزل الشطف كده انا بس تريك على عصريت تعالي بس انتعالي باي باي هكلمت شو ايه يا عمد ايه المعاملة اللي انت عملتها لأصحابنا دي الله الله ايه اصحابك راح وفيين نزلوا بدري جده ليه لا بدري ولا حاجة يا بابا هم هنا اصلا من بدري على قد ما انا فرحان يا سادي الوكيل ان انت تعينت على قد ما انا زعلان ان انت هتعيش بعيد عني لا بعيد عنك ولا حاجة يا بابا هي ان شاء الله كلها سنة وارجع تاني وبعدين اسفال مش بعيد وان شاء الله كله اسبوعين اكون عندكم مرة قال لا امال في الزحابك يا هاب نرعن لهم الشربات بأداية تسلم ايدك يا ماما يا حبيبك تعبناكي معينا تسلميلي يا حبيبتي يا غالي يا عبال ما شوفكم متهنين في بيتكو يا رب واشيل ولادك يا ايهب يا ابن يا رب امين يا رب وان شاء الله حافيدي برضو وكيل نيابة ان شاء الله يا بابا ان شاء الله يلا بينا بقى ما نومش في الطيب نصيب نتعش احنا بقى صباح الورود اهلا يا خالد سيد الحمد لله قريتني كنت كتاب وانتبعد تبص في كده طول اليوم تبتجرف ايه؟ ده كتاب لي ماركيز مين هيركيليز ده؟ هيركيليز ايه يا ابني بقولك ماركيز واحد من اهم كتاب امريكا اللاتينية مش امريكا اللاتينية بس العالم كله عارفي خالد؟ كتاب امريكا اللاتينية دول قدروا يقضوا على الفساد والاستبداد والديكتاتورية اللي في بلدهم دي بقى افكارهم وقرقهم بس يعني معنى كده ان الكلمة الحرة سلاح على رقبة اي فصل او مستبد يا سلام الكلام الحلو ده ما يطلعش غير من الخشم الحلو ده خشم هي يا ابني حس بما نافذك انا باش تم الخشم ده اللي هو البوجل اللي ابحنك وبعدين لما اخذة يعني انت عارفة ان في جلبي على لساني بتزعليش مني